بحضور وكيل أول محافظة تعز دكتور عبدالقوي المخلافية قامت جامعة تعز الورشة الثالثة لتحديث وتطوير البرامج الأكاديمية بكالاريوس وماجستير والتي نظمها كلية العلوم الإدارية بالتعاون مع دائرة تقويم وتطوير الأداء الأكاديمي وضمان الجودة بالجامعة أشد الوكيل المخلافي بدور جامعة تعز خلال الفترة الماضية في عملية الارتقاء بالعملية التعليمية والاهتمام بالجانب البشري وهو الثروة الحقيقية في مدينة الثقافة مثمنا دور كلية العلوم الإداري في عملية التطوير الكلية وذلك بإدخال برنامج شامل لشؤون الطلبة والربط الشبكي إلى جميع الأقسام في الكلية من جانبه أشار القائم بأعمال رئيس الجامعة تعز دكتور رياض العقاب على استمرار الجامعة في عملية تطوير البرنامج الأكاديمي في جميع كلية الجامعة من أجل إخراج كادر بشري قادر على مواكبة سوق العمل مؤكدا أن هذه الدورات تأتي ترجمة للخطط المعتمدة ضمن خطة العام الجامعي الحالي ترجمة نانسي قنقر